لحظات تحبس الأنفاس تم توطيقها خلال تحطم طائرة من تراز ميك 23 في ولاية ميشيغن وقفص ونجاة طياريها ما حدث هو أنه بعد عدة مناورات للطائرة خلال عرض جوي في ميشيغن تحول مشهد تحليق طائرة ميك 23 من الجيل الثالث في سماء الولاية إلى كتلة من اللهب وقفص طيرين اثنين منها الطائرة تحطمت في ساحة مقتضة ولكن الحادث لم يصفر عن أضرار بشرية بل اقتصرت الأضرار على الماديات مع تحطم عدد كبير من السيارات الراكنة في الساحة وبالنسبة للطيرين فقد تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى وفيما يخص بسبب تحطم الطائرة فهو إلى الآن غير معروف وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها فتحت تحقيقا في الواقع للكشف عن الأسباب اشتركوا في القناة